اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية الاولى في برنامج الاهل الليلة وزي ما قلنا في بداية هذا البرنامج حدث مهم جدا وموضوع مهم جدا في الرياضة المصرية ومتعلق بالمنشطات ومكافحة المنشطات بالتالي انا في البداية برحب بضيفي دكتور اسامة غنيم الرئيس التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات دكتور انا برحب بك اولا اهلا بك واهلا بسادة مشاهدين اهلا بك يا فندي طبعا موضوع مهم جدا موضوع المنشطات ومكافحة المنشطات ومش هتكلم فيها على قرط القدم فقط لا ده موضوع متعلق بالرياضيات بشكل عام يعني الرياضات في البطولات العالمية وفي الاولمبيات وموضوع اصار حتى دول كثيرة في اوروبا زي روسيا وفي الالعاب الفردية والعاب فيها لعيبة خادت بطولات وميداليات وبعد سنوات تم سحب منها هذا الملف فملف مهم جدا بداية تحب تبدأ حوارك ازاي او تحب تقول ايه في موضوع مكافحة المنشطات اولا انا طبعا بشكر قناة الاهلي اللي على اساس دعوتي دي النهاردة والحقيقة احنا يهمنا ان احنا نلقي ضوء بصفة مستمرة على المنشطات في الرياضة وزا ما حضرتك تقولت طبعا ان هي المنشطات بشكلة القدم المنشطات موجودة في كافة العلعاب الرياضية داخل مصر احنا بنتعامل مع 57 اتحاد داخل مصر سواء اذا كان اتحاد رياضي اوليمبي او غير اوليمبي او باراليمبي كل الاتحادات كلها بالتالي بتقع تحت مسئولية المنظمة المنشطات احنا بنتبع الوكالة الدولية المنشطات وادة في مونتريال في كندا وعلى فكرة يعني بمناسبة الوكالة الدولية احنا عندنا زيارة من الوكالة هتتم يوم الحد لجاية 2 ديسمبر هتقعد 2 و 3 و 4 كنوع من التفتيش على المنظمة المصرية ويكل فترة كده بتيجي اتبعنا على اساس ان هو دايما بيحب يشوف مين الملتزم بالكود الدولي ومين مش ملتزم ويمكن احنا قرينا من حوالي اسبوع تقريبا ان نيجيريا اعلن انها دولة غير ملتزمة بالكود الدولي وبالتالي السيد الرئيس الجمهورية في نيجيريا التقى مع وزير الرياضة النيجيري وطلب منه في خلال مدة 21 يوم اللي هي المهلة اللي عاطينها له من الوكالة الدولية سرعة انشاء وكالة وطنية داخل نيجيريا وإلا حيتم ايقاف الرياضة داخل نيجيريا إذن المنشطات النهاردة مهمة جدا لأي دولة خوفا من العقوبات ويمكن حضرتك كنت بتكلم داتي على روسيا والمشاكل اللي حصلت فيها خلال التلات سنين اللي فاتوا طبعا المنشطات النهاردة شيء بقى خطير جدا وقوي جدا ولابد ان الكل يلتزم بيه والكل يبتعد عن المنشطات أولا حفاظا على نظافة الرياضة ثانيا حفاظا على صحة الرياضية طيب بداية طبيعة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات دورها وأهميتها والدور اللي بتقوم بيه في الرياضة المصرية أولا احنا عندنا دور مهمة أوي أول هو حقيقة أول دور عندنا اللي هو التعليم أو الأورنس أو الزقافة أو التوعية فده دور مهم بالنسبة للرياضين المصريين بصفة خاصة وللشباب النصري بصفة عام لأن احنا مش بنتكلم بس على ملاشطات في الرياضة احنا بنتكلم على مخدرات وعلى أدوية موجودة النهاردة ودراكز وعقاقير منتشرة بين شباب الجامعات وبين شباب المدارس السنوي الإعدادي مش أدوية كمخدرات فقط ولكن في الهورمونات النهاردة المنتشرة بشكل غير عادي وممكن حالاك بتشوفهم في الجيم وبتشوف المحلات والصيدليات بتبيع العبوات الكبيرة اللي احنا أساسا بنرفض هذا الاتجاه الدور التاني هو الحفاظ على العدالة الرياضية عن طريق ان احنا بناخد عينات ونرسلها إلى معامل التحليل الأوروبية في برشلونا في أسبانيا على أساس ان احنا بنعاقب أي لعب يغش أو يزايف في نتائجه وبيبقى واخد فوز غير مستحق من لعب آخر شريف ما تمش تنشيطه ولكن الحقيقة اللي بيبقى فيه فرق بين اللعب المتنشط وغير المتنشط عشان كده احنا موجودين عشان نمنع هذا الإجراءات وهذه الكلام على درجة ذكرت نقطة مهمة جدا انت بتقول في الأسواب بيبقى فيه أدوات أو فيه حاجات متعلقة بالمنشطات واحنا لقدر الإمكان بالحاول نحذر منها هل بيتم التنصيخ ده لما بتعرض الحاجات دي في الصدليات أو في الأماكن مع وزارة الصحة في المسائل دي والله للأسف الكلام ده ما بيتمش ولكن احنا بنحاول دلوقتي يعني من خلال القانون الرياضة جديد في تعديله وان احنا يبقى ندور بالنسبة للأندية الصحية أو الجم لأن الأندية الصحية أو الجم هي الأساس اللي بيتم عن طريق حقن الشباب بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة بأدوية الحيوانات وبالأدوية الضرة والأدوية اللي بتؤدي إلى صلطانات واللي بتؤدي إلى العقم والعجز الجنسي فاحنا حيبقى ندور إن شاء الله من خلال القانون تعديل القانوني الجديد القانون 71 سنة 2017 الحاجة الثانية إن احنا بنحاول دلوقتي حالياً مع إحدى الجهات السيدية في مصر إن احنا نرائب عملية دخول هذه المكملات لأنها كلها بتخش عن طريق صحبة الراكب ما هياش بتخش لاستيراد ولا بتخش عن طريق الفحص والتسجيل ما بتجيش روحنا لأ لا لا بتجي مع الركاب أو بتجي مع المسافر مع المسافر حضرتك النهاردة ودخلت أي صيدلية ووسكت أي علبة من العملية الموجودة دي عشان تلاقي فيها ترخيص وزارة الصحة أو تسجيل أو أي حاجة مش هتلاقيها فتعرف على طول إنها متهربة ودخلها عن طريق صحبة الراكب فتروح للمنبع نفسه ما تروح رايحة للصيدلية أو تروح للمحلات اللي موجودة في داخل المولاد أو تبقى موجودة في الجم يعني في بعض ساعات بعض الأدوية وبعض الحاجات اللي هي مش غير مصرح بيها لما تروح تسعر عليها في الصيدلية قل لك في الجم اللي جمبي ممكن تخش جوه وحتخش للجم جوه وحتلاقي إنه بيدي إبار وبيدي حقن وبيدي كل حاجة والحقيقة دي عملية خطيرة جدا لإنها على يعني على لسان وزير الصحة الأسبق في سنة 2013 قال إن نسبة العوخ ما بين الشباب المصري وصلت 30% ودي نسبة خطيرة جدا لما تبقى بين الشباب وأنا أعتقد أنه كمان كان متجمل فيها يعني هي مش 30 هي أكتر من 30% لإنها بين الأولاد وبين البنات طيب حركة يعني ذكرت الموضوع من نشطات وقسمت الموضوع ما بين الرياضي أو اجتماعي طيب المستفيد من خدمات الوكالة لمفكافحة المنشطات بشكل مش هقولك بشكل شخص لا بشكل مباشر اللي بتتكلم عليه على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الرياضي اللي بلعب في بطلات انت هلاك توصل الاجتماعي اللي هو الشباب لا إحنا الاتنين مستفيدين مننا يعني الرياضي مستفيد مننا وإحنا بنملك عليه القوى القانونية إن إحنا نقفه أو إن إحنا نمنعه من اللعب أو إن إحنا نحاسبه أو نتغرمه ماليا إنما الشباب بيستفيد مننا النصيحة وإحنا على الفكرة بنلتقي في معسكر أعداد القادة لشباب الجامعات اللي هو بيبقى موجود في حلوان يمكن أكتر من 23 جامعة كانت موجودة السنة دي في أكتر من فوق كنا بنلتقي بيهم على أساس أننا بنحذر من الهرمونات وبنحذر من المواد المخدرة اللي موجودة في الأسواق وانت عارف طبعاً اللي بين دول في أكتر من 4 أو 5 أنواع جديدة ظهرت في السوق وبدأت الناس تتهافت عليها بشكل غريب الحقيقة وأنا طبعاً كل اللي يهمني أن أنا خايف على شبابنا من أنهم يعني عايزين نقولوا إيه بيجروا وراء الأدوية دي ودي بتأثر عليهم بشكل غير عادي فعشان كده الاثنين بيستفيدوا مننا إنما طبعاً الرياضي بحكم القانون الدولي أو الكود الدولي أنا مطالب أن أنا النهاردة أحاسب الرياضي أو إيفو أو أشتر لك سيطر عليه أكتر طبعاً لكن النهاردة الشاب أنا كل اللي أنا أملكه عليه أن أنا أنصح وقعدين في نفس الوقت إحنا طبعاً يعني نوين إن شاء الله كلا في القريب إن إحنا نعمل نوع من اللقاء مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وسط الداخلية على أساس إن يبقى فيه نوع من التناصق وبين والتنصيق والتعاون بيننا وبينهم على أساس برضو إحنا إحنا بنتواجد كتير جداً في الجامعات وموجودين في الكليات فإحنا يبقى فيه نوع من مد الإيد مع بعضينا والتعاون علشان نحاول نقضي على الخطر الداهم الحقيقة الموجود بين شبابنا في مصر طيب دكتور أسامة برضو فيه جزئية متعلقة بالتعاون ما بين الوكالة المصرية وخدته فترة كبيرة جداً لغاية لما أخيراً بقى فيه معمل للكشف على المنشطات في مصر وخدت بتوصله لفترات زمنية أنك بتبعت عينات خارجية بتقعد بالثلاث أيام أو بالأسبوع عشان تبعتها وتستنى الاستجابة طبيعة العمل للوكالة في هذا الملف إزاي ومدى أهمية وجود معمل داخل مصر في هذا الموضوع تعالى الأول نتكلم على أهمية وجود معمل في مصر وبعدين نتكلم على الجزء الأولاني من سؤال حضرتك أولاً وجود معمل في مصر له هدفين هدف سياسي أن مصر النهاردة تبقى في وسط الـ 32 دولة وسط الـ 29 دولة الموجودة في العالم اللي عندها معامل مش كل دول العالم عندها معامل يعني مصر أصبحت ضمن 29 دولة هي المعمل حالياً دلوقتي اسمه approved أو مقبول من الوكالة الدولية وإحنا بنحلل فيه عينات الدم الخاصة بحاجة اسمها الـ passport biolish أو جواز صفر biolish إنما العينة بالكامل كيورين أو كدم إحنا بنحللها في معامل برشلونة حتى هذه اللحظة لسه برضو أول ما هيكتمل في النهاية المعمل عندنا في مصر ويقدر يحلل اليورين ويحلل البلد ففي الحالة دي إحنا هنحول كل تحللنا وكل المواد بتاعتنا إلى المعمل المصري وعلشان تبقى المعمل ده يتم اعتماده ويحافظ على اعتماد بتاعه لابد من أنه يستقبل من لنا 3000 عينة سنوية فإحنا طبعا الحقيقة هنبعد كل عيناتنا بعد كده بشكل كامل على المعمل المصري والمعمل المصري في حالة تعامل مع معامل برشلونة في أسبانيا وعمل معه بروتوكول عشان يدرب العاملين والفنيين الموجودين في المعمل المصري سواء هنا في مصر أو في برشلونة في أسبانيا تعالى النهاردة نشوف العينات بتاعتنا احنا بنعمل فيها ايه؟ احنا بناخدها من الرياضيين المصريين وبيتم شحنها في نفس اليوم عن طريق إحدى الشركات الشحن إلى الخارج وبيتروح على أسبانيا ويتم تحليلها في المعمل بعد كده احنا نستقبل النتائج وبيتم التعامل مع الرياضي يعني عينة إيجابية بالشكل اللي هو المتبع تبقى للمعايير الدولية وتبقى للكود الدولي حتقولي إن هي مثلا بتاخدها مدة طويلة على ما توصل لا الحقيقة احنا ماشيين بشكل يعني منتظم جدا بشكل يعني حائزين نقوله إن هو فيه نوع من الاحترافية الشديدة حضرتك بتستلم الشحنة من اللائب من الرجل اللي هو بسؤول المكافحة اللي هو دي سي او أو زابط مكافحة المنشطات بيجي يسلم عندنا فيه مقر المنظمة احنا بنطلب على طول الشركة اللي هي الكوريير أو الشاحن اللي هنشحن عن طريقه بيستلمها مننا بيبعاتها اسبانيا احنا بنعمل عملية تراكينج للشحنة دي من أول ما تخرج من عندنا من مصر لغاية ما توصل في اسبانيا دي بنتخدش أكتر ممكن من 36 ساعة أو 48 ساعة من كتير بتتم تحللة حسب بقى المعمل ما بيبقى فيه عليه حمل أو ضغط بالضبط كده أو إذا كان فاضي شوية وبتجي لنا النتيجة وبنبدأ على طول التعامل مع الرياضيين احنا ماشيين كويس قوي وماشيين بشكله كويس جدا والكل الحقيقة بدأت دلوقتي يشهد لنا ان احنا ماشيين بشكل وصلنا النهاردة ان احنا بقينا أحد الدول التالتاشر هما القمة على العالم في مجال مكافحة المنشطات مكلفة؟ طبعا العينة الواحدة بتكلفنا 7500 جنيه اللي عبوة غالية الشحن غالي التحليل غالي اللي بيسحب العينة يمكن ده الوحيد اللي هو مواجي غالي في مصر الحقيقة اللي بتلاقي علينا هجوم غير عادي علشان المبلغ اللي احنا من الدهول بالرغم ان احنا في المقابل لا بمعنى يعني اللي بيسحب العينة النهاردة المفروض ان هو بياخد فيز او بياخد ايه في ايده المكافأة بتاعته فاحنا مندينه 200 جنيه في المقابل اللي زيه بره بياخد 250 دولار يا فرق شاسع فرق شاسع جدا يعني احنا حولنا 200 جنيه الى دولارات حتسوي في حدود حوالي من 10 الى 11 دولار بالزبط فيعني الفرق كبير جدا وانا على فكرة سألت في الموضوع ده في الوكالة الدولية هل ده مناسب؟ قلنا طبعا هو مناسب بالنسبة لنصر ولكن الحقيقة هو مش مناسب وهو بتعرض الناس كتيرة جدا بتتكلم ده كتير قوي ان هو بياخد هو طبعا ما يعرفش ان الراجل اللي بيروح ياخد العينة ده بيقاعد جنب اللاعب لغاية ما يدي العينة ممكن يقعد ساعتين ويقعد ثلاثة واخد بالك وممكن يبقى اللاعب خصوصا في الكورة بالذات او الالعاب اللي هي بيبقى فيها موجود عالي اللاعب بيبقى طالع ناشف تماما جاف مضطر ان هو يشرب ويقعد له ساعة واثنين وثلاثة وكان في احدى البطولات اللي كان فيها محترفات في السكواش كانوا بيطلبوا مننا ان احنا ما نقربش من الرياضية او اللاعبة الا لما طول انا جاهزة ممكن تاكل ممكن تنام ممكن تتمشى ممكن تفرج على الفيليزيون وبرحيتها بقى ثلاث ساعات اربعة ساعات خمس ساعات انتعارف المحترفات من نسبة للسكواش دولت بيبقى اسماء رنانة وكبيرة في العالم بالضبط طيب جزئية بقى انك فيه معمل هنا في مصر اللي استفادة منه ازاي ما هو الاستفادة احنا الواحدين بنستفيد منها كمنظمة وطنية ما فيش اي حد في مصر حيقدر يتعامل مع المعمل يعني مش هينفع النهاردة مثلا النادي الاهل ياخد عينات من رياضيه ويروح يوديها المعمل لان الجهة الوحيدة المسموح لها بسحب العينات هي المنظمة المصرية والمعمل لن يتعامل الا مع المنظمة المصرية او الدول الاخرى يعني النهاردة هنقول ان اتحاد الافريخي الكرة القدم الكاف كان في وقت من الوقت كان بيبعت عيناته تونس بعد ما تونس اتشاطب بدأ يبعت لجنوب افريقيا لما تشاطب بيبعت حاليا دواتي احدى المعامل الاوروبية في الحالة دي هيتعامل مع مين مع المعمل المصري اي دولة حوالينا في حوالين مصر هتبعت عينات بتاعتها على مصر عشان تقوم التحليق اول ما تكتمل الصورة بقى اول ما تكتمل الصورة والصورة على الفكرة مش هتاخد كتير قوي لان احنا وقفين دلوقتي على حاجة اسمها اللي هي المواد العيارية او المحليل اللي بيتم استيرادها من الخارج عن طريق الوكالة الدولية لان دهما بيعتبروها نوع من الاصرار ما ينفعش ان انت تشتريها من اي حد بتجيب هاوة تحطها عندنا في المعمل علشان هي دي اللي بيتمين لك ايه هي المواد المحزورة اللي موجودة في عيينة البول هل في معدل زمني يعني عشيب المعمل بتاعك مكتمل بالنسبة 100% واحد التقييم من الوكالة الدولية لا هو ما بيعتمدش على المعدل الزمني لكن بيعتمد على المعدل الاخر استيراد المواد العيارية من الخارج انك انت بتقومة تستورد المواد دي بتبدأ تستقبل تقول للوكالة الدولية انا جاهز فبتبعت لك 20 عيينة على 5 مرات كل مرة 4 عينات معلومة المادة وتبدأ حضرتك تحللهم وهي بتختبرك فيهم لو طلعت نتائجهم سليمة بتبعت لك 18 عيينة بتحللهم في خلال 5 ايام عشان تحس ان فيه ضغط عليك لما يكون فيه مثلا عندك بطولة او عندك اولمبياد او او ان المعمل النهاردة بيبقى كمية العينات اللي عنده كتير جدا هل هينجح فيه ان هو يحللهم بشكل سليم ولا لا اخر حاجة بيتحلل 10 عينات بس بقى في الحالة دي بتيجي الوادة بتحضر او الوكالة الدولية بكافة مشطات بتحضر 10 عينات دولة وما بتبقاش جاية عشان يبقى فيها نوع من المشرف اللي موجود في الامتحان ولكن احنا بنقول عليها اللي هي الترتيبات النهائية بعدها بتعلن على طول للعالم كله انه ممكن تحلل دم وبول في المعمل ده دكتور اسامة غريب وحب لتكلم على الشغل ببيلي الوكالة المصرية والوكالة الدولية هل في التفاقيات تعاون مع دول خارجية لتبادل خبرات معمل تونس اغلق معمل جنوب افريقيا ايضا فبالتالي انت داخل القرى الافريقية اعتقد انش بقى فيه تعاون في الملف ده انه خلاص في اكس على معامل من خلال الوكالة الدولية لكن التعاون اللي بيتم من الوكالة المصرية مع الدول الاخرى او مع الوكالات الاخرى خارج مصر احنا عملنا اول اتفاقية خارجية مع وكالة جنوب أفريقيا أو وكالة المكافحة المشططة دولة جنوب أفريقيا الحقيقة دولة جنوب أفريقيا من الدول المحترمة والكبيرة جدا في مجال مكافحة المشطط فحتسألني طيب إيه الاستفادة طبعا بنستفيد لأن النهاردة بيتم عمل كونفرنس أو فيديو كونفرنس أسبوعي بيتم بين مصر وبين جنوب أفريقيا لنقدر نقوله أيديا أكستشينج أو تبادل أراء أو أفكار ونبدأ نشوف الخبرات اللي هما وصلوا لها إحنا بناخدها منهم هما كانوا عندنا موجودين هنا في شهر أغسطس اللي فات وبيبدأ يناقش معنا مثلا إدارة النتائج إيه اللي بيحصل فيه عملية الأعذار المرضية بيبقى فيه مثلا مناقشة الأسبوع ده عن التعليم في مصر وإزاي إحنا نستفيد من التعليم في جنوب أفريقيا وهكذا ده كانت أول حاجة الحاجة التانية إحنا ابتدينا النهاردة كان موجود عندنا مبارح السيد السفير دولة هولندا كانت زيارة مهمة جدا كانت زيارة فعلا مهمة جدا بالحقيقة أنا كنت يعني عايز أقولك تأثرت جدا بزيارة هذا الرجل لأنه يعني كان نقدر نقول أنه هو كمبسوط جدا من الزيارة ناقش كل حاجة عندنا بدأ أنه هو يتابع كل شيء ودعانا أنه نحن نبقى موجودين عنده في صفارة هولندا في شهر يناير القادم إن شاء الله ودعوة الوكالة الهولندية لمحقفحة المنشطات دمنا الصور هي على الشاشة أيها بالضبط كده ده هنا معنا السيد السفير موجود معنا وده أعضاء هما وهنا هو كان بياخد الدرع الوكالة المصرية طبعا مش عايز أقولك أنه هو كان يعني في قمة السعادة وكان جاي من أمريكا قبلها بيوم كان في زيارة خاصة وجاء وقال لا أنا عطيت معاد ولازم أحضر في معاد اللي أنا قلت عليه اللي هو 27 وحضر الحقيقة وهنا كان مجتمع مع العاملين في الوكالة وهنا هو تقبل الدرع والطالب أننا نحن نكون موجودين عنده علشان نعمل تفاقية بينا وبين الوكالة الهولندية وبيننا وبين أحد الشركات الهولندية في هذا المجال الحقيقة أنا طبعا بشكر سيد السفير واهتمامه وحضوره وطبعا حيترتب على هذه الزيارة زيارات أخرى تانية في عندنا زيارة حتم من جانب الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات خلال شهر فبراير وهنا حيجي الرئيس التنفيذي للوكالة ومع عدد من العاملين في الوكالة في مجال التعليم وفي مجال العزار المرضية وفي مجال إدارة النتائج وطبعا إحنا بنشكر طبعا كل الوكالات الدولية على تعاونها معنا وأنا بعتبر أن ده استفادة دينا إحنا كوكالة مصرية لمكافحة المنشطات زيارة السفير للهولندي قدام الصور بالتعرض للناس إيه أبرز حاجة لهلك هو بيعمل جولة في الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات طبعا أنا نسيت أن أجيب لكم الكلم اللي هو كتبها لنا في سجل الزيارات يعني أعرب عن يعني عايز أقول لك عن احترامه وتقديره للمنظمة المصرية قال أن أنتو ماشيين باحترافية كالاحترافية المشابيهة الدول الأوروبية في مجال مكافحة المنشطات وأنا سعيد أن أنا شفت الوضع ده حتى كان هو هزر كده في حاجة وقال أن أنا هنا فيه بتعمله حديث صحفي مع الأخت ياسمين وقال أن أنا أخذ منك أو أقتبس منك الأبواب الإزاز والحاجات اللي أنتو عملنا هنا عشان أعملها عندي في الصفار لأن الحقيقة المقر المصري مقر مشارف جدا وهو شاف الناس اللي قاعدة بتشتغل فيه الأونلاين مع الوكالة الدولية واتصالاتهم مع الوادة بره ولف في كل مكان فيه المقر عندنا وأنا طبعا برضو بشكره المرة التانية وأنا بشكركم طبعا أن أنتو الحقيقة لقطوا لا لدورنا لا الحقيقة دي دي حاجة يعني مشرفة بالنسبة لي إحنا أن تليزيون الأهلي يطلبنا النهاردة بعد الزيارة بعد الزيارة بيوم فطبعا أشكركم لا زيارة مهمة جدا ويوجود حلقة مهمة جدا معنا أننا كمان النادي الأهلي للرياضة البدنية فالنادي الأهلي عنده ألعاب كثيرة وعنده لعابين بيشاركوا في منتخبات مصر وبيشاركوا بيمثلوا مصر في بطلات دولية سواء على الألعاب الجماعية أو الألعاب الفردية فالقاء الدوع على هذا الملف مهم جدا حتى داخل النادي الأهلي أو حتى بشكل عام للرياضة المصرية لكن هذه الزيارة برضونا عايز أأكد عليها مدى أهمية زيارة سفير هولندا للوكالة المصرية مش على المدى القصير على المدى البعيد أن الوكالة المصرية تخرج إلى الأفواق في أوروبا أي بها في زيارة في هولندا أي بها في زيارة في أمريكا أي بها في زيارة في وكالات أخرى خلال الفترة القادمة طب تعالك هنا نقول حاجة نقول لما يبقى سفير دولة من الدول الأوروبية الكبيرة وخصوصا أننا نعتبر أن هولندا نمبر ون في مجال الصحة الأوروبية ليس ألمانيا هولندا نمرة واحد وياليها بعد كده ألمانيا فكون أن سفير الدولة هولندا يقوم بنفسه بزيارة المقر للمنظمة المصرية مكافة المشطط أنا باعتبره في حد ذاته ده مكسب كبير جدا للمنظمة المصرية مكافة المشطط وده اعتراف بأنه البورد يتعامل في المنظمة المصرية وانا بقول أن المنظمة المصرية تخطو بخطة سريعة نحية المجد وده حقيقة فعلا وزي ما حضرتك بتقول دلوقتي يعني هيعقبوا اتفاقات مع دول أوروبية وده في حد ذاته بالنسبة لنا مكسب لأن النهاردة لما تبقى دولة أفريقية بتعمل اتفاقية مع دولة أفريقية مفيش مشكلة لكن النهاردة دولة أفريقية تعمل اتفاقية مع دولة أوروبية أو مع أمريكا ده في حد ذاته مكسب كبير جدا مكسب كبير جدا ونحن بتكلم كمان دكتور أسامة في جزئية أنا أتذكر يعني من ثلاث أربع سنين أو أكثر قليلا يعني كنت بتواجه صعوبات في دخول الملاعب وأخذ عينات واتحاد القرى يوافي اتحاد الطائرة مش عارف العاف فردية دلوقتي الكل هو اللي بدور عليكم يعني الحياة صح زوانت الحياة بتقول كده بس هو طبعا لسه لازالت كويس أنت فتحت حيطة دي هو لازالت أن احنا عندنا مشكلة في مباريات الأهلي والزمالك بمعنى بمعنى بيبقى في مباراة أحد طرفينها الأهلي والزمالك بيبقى في مشكلة مع الأمن ودي دي أنا يعني إن شاء الله في طريق أن أنا هحلها طبعا مسألة التنصير بس في الدخول في الدخول لأن احنا ما ينفعش أن احنا نبلغ الأمن قبلها ونقول لن احنا جايين يعني المنشطات بفيش فيها تبلغ ما يتم التنصير ده من خلال اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم بمنتهى الأمانة مش متأخر وبيبلغ لكن هي المشكلة كلها بتبقى في الأمن اللي موجود وخصوصا ما بيبيع الماتش في استاد برج العرب دي مشكلة تانية كبيرة أوش يعني إحنا عندنا ناس سفرت عشان تحضر مباراة الأهلي والزمالك في برج العرب ومنعوهم ورجعوهم من على بوابات الأمن النطقات الأمنية اللي بتبقى خارج برج العرب فطبعا حتة دي لابد إن احنا لازم نحلها بأسرع ما يمكن بشكل أو بآخر بحيث إن احنا مش هنأثر طبعا على الأمن والناس بتاعتنا لازم تبقى معروف إن هي رايحة عشان تخش تاخد عينات بس مش رايح تفرج علمتش طيب هنا دخلنا بقى في الكورة كم عينا ممكن تتخذت في الدولة المصري في خلال الفترة السابقة مش حاضر أحدد لك العدد دي ولكن لازم يتخذ عينات بشكل مستمر من القسم ألف والقسم به في كل المباراة مش كل المباراة لأن أنا عندي برنامج أنا بقى مش عليه والبرنامج ده بيتحط من أول السنة يعني في 1-1-2019 بتحطت 2019 في 1-1-2018 اللي فاتت تتحطت أريدي البرنامج برنامج بيتحط من مين يا دكتور أساني إحنا اللي بنحطه عندنا في المنظر بتضواء عشان تشوف من خريطة تشتغل عليها بالضبط كده مش في الكورة بس في كل الألعاب وبيحكمك حاجات محددة يعني إحنا فيه عندنا حاجة اسمها ريسك أسيسمنت بلان يعني إيه الألعاب اللي عليها خطورة كرة القدم مش من الألعاب اللي فيها خطورة ولكن عندي لعبة زي كماء زي كماء الأجسام فيها خطورة رفع الأسقال المصارع الملاك مع الألعاب القوة الصباح كل الألعاب دي فيها خطورة ليه؟ لأن بيبقى فيها نسبة تعاطي المنشطات عالية فلابد أن انت تكون متواجد فيها بشكل مستمر كرة القدم السنفات فيه كم عينة إيجابية طلعت عندك عينة واحدة عينة واحدة ده بش أه وده ما كانش ياخد مطنشطات للمنشطات الحقيقة هو كان مريض وأخد المنشطات مش ياخد أخد علاج بس علاج فيه كورتيزون كورتيزون ممنوع فهو لما أخده كان فيه نوع من الإيه من عدم العلم بأنه لابد يعمل حاجة اسمع عذر مرضي وتم إيقافه المفروض سنتين ولكن الحقيقة هو طلب الأستاذ الجامعة اللي كان بيعالجه والأستاذ مشكورا جنة لحد عندنا وقال إن أنا ملياش في الطب رياضي وملياش في الإصابات ملياش في المنشطات وأنا كتبت العلاج ولابد أن ياخد العلاج ده فدي كانت كافية إنها تنسلوا العقوبة من سنتين إلى أربع شهور أربع شهور بس لكن بقية اللاعبين فيه ما فيش حد فيه يمطلع عينات وإيجابية فعشان كده أنا بقول الكورة القدم من الألعاب الحقيقة أنا بعتبرها كليل زيها زي السكواش فيها علعاب كدير زي التينس في مصر يعني ما بتلاقيش فيها منشطات الدكتور رسامة هو المعيار في مكافحة المنشطات أو الوكالة المصرية الخطر اللي ممكن يأتي على اللاعب أو المنافس نتيجة تناول المنشطات ولا الغش والتدليس إنك بتاخد منشطة عشان تكسب ثلاث حاجات ثلاث حاجات ثلاث حاجات أول حاجة إن بتزود الأداء البدني للرياضي بين واحد ياخد منشط عن واحد ما هواش متنشط تمام السيكونس التاني أو الشرط التاني إنها بتقضي إلى تدمير فكري وبدني لصحة الرياضي تيجي إننا نهارده نعرف مثلا على سبيل المسال الهرمونات هل هي بتقضي إلى تدبير؟ أي طبعا أولا بتقضي إلى سرطانات وبتقضي إلى عقم وتقضي إلى عجز جنسي واخد بالك ولو إحنا كنا تتبعنا الرياضيين اللي عندنا في مصر اللي ماتوا بالسرطان في الفترة اللي فاتت يمكن كنا عرفنا إنهم كانوا بياخدوا هرمونات الحاجة التالتة ودي الأهم إنها بتخل بالميزان الأولمبي أو بمساق الشرف الأولمبي ودي حقيقة النهارده لما أنا نقول النهارده أنا لعب نازل واخد مناشط واللعب اللي قدامي مش واخد مناشطات فأنا لعب غشاشه وبزايف فعشان كده إحنا بنحارب المواد اللي هي المحظورة في عالم الرياضة أو المنشطات طيب دكتور ممكن نوصل إمتى لمرحلة إنك مثلا بكلم في الدورة العام المصري لو الحدث الأبرز والأشهر اللي كله بيتتابعوا ويتفرج عليه وفيه ملايين بيتتابعوا في مصر وبره مصر لكن إنت مثلا عندك الدورة المصري فيه جولة بيتلاقي فيها مثلا عشر مباريات بعشرين فريق مبدأ تكافؤ الفرص إنك ممكن تروح لمباراة ومباراة تانية لا أقا ما بيديش تكافؤ فرص فيه أخذ العينات من كل الفرق لا يدي تكافؤ فرص حاولك ليه بمعنى إيه النهاردة فيه مباراة بين فريق ألف وأفريق به ما خدتش منها لكن خدت بين سي جيم ودال جيم ودال اللي ما أخد منهم في وقت من الآوات حيرجعوا يلعبوا مع ألف ومع به ممكن إن أنا أعمل زي ما عملت مثلا في شهر مايو اللي فات نزلنا خدنا جميع المباراة اللي كانت في أسبوع واحد فدي ما بتديش فرصة للرياضي حتى إنه هو يفكر إنه هو ياخد منشط ثانيا إحنا بنقعد مع الرياضيين كنا مثلا أخيرا كنا عادي مع بيت رجيت وكان في بعض عدد من الفرق طلبت مننا إنه إحنا نقعد معهم عشان نتكلم معهم ده ست تسقفية آه طبعا ده لازم ده دور ليك برضو طبعا ما هو ده الأساس تعليم والوعي والتسقيف أنت مش بتقعد مع كرة بس أنت بتقعد في كل ألعاب لكن أنا بتكلم على الكرة دلاتي عشان بيعتبر إنه إحنا يعني كرة جماهيرية آه آه لأ بنقعد معهم وأي فرقة بتطلب مننا إنه إحنا نروح نقعد معهم إحنا بنقولش لأ ليه لأنه أنا بعتبر إنه ده دور مهمة أوي بالنسبة لنا إنه إنت لازم تقعد مع الرياضيين دولت عشان توصل معلومة لأن للأسف في الحتة بتاعت المنشطات داخل مصر يعني صعبة أوي في يعني الثقافة والمعرفة بالضبط والحكاية مش حكاية إنه أنا أخد مناشط حكاية نواحية إدارية يعني إداري الفريق النهاردة لما يغلط فيه إنه يعمل عزر المرضي اللي رياضي بتوقف رياضي واحد زي كرم جابر لما توقف عن إنه يخش أولمبياد ريدي جانيرو وكان حيجيب لك ميدالي يذهب ما كانش ياخد مناشطات ولكن كان خطأ من الإداري في إنه ما سجلوش صح في برنامج أين أنا أو ويراباوت فتم إيقافه سنتين وعشرين ألف فرنك غرام انجلسات تصقفية للعاب والمداربين والداريين والأجهزة كل حد كل حد كل في الواحد في منظومة يعني لازم تقعد مع الكل يعني إحنا مثلا عندنا التحادز اتحاد الغسل وإنقاذ اتحاد محترم قوي كل فترة تبصت لقي جامع الرياضيين والإداريين والفنيين وأولياء أمور اللاعبين ويجيبهم من اسكندرية يجيبهم القاهرة إحنا في القاهرة يقول لهم ممكن تنزيلوا اسكندرية تعرفوا سعيد ليه؟ لأنه عايز وصل معلومة لأنه خايف خد بالك أن اتحادات الدولية النهاردة دخل افتجاه خطير جدا كل ما هيزيد عدد الرياضيين اللي عيناتهم إيجابية هيوقف لاتحاد المحلي ودي طبعا مش مطلوبة يعني مثلا عندك اتحاد رفع الأسقال بيفرد غرامات بالدور الإيجابية وممكن في وقت من وقت يوقفوا وما يدخلوش أولمبياد طيب هنا في سؤال بيستحضر في الملف ده وحنا بنتكلم فيه وفي أوروبا تحديدا دي ريال مدريد والمنتخب الأسباني وفي كلام أنه يطعط منشطات في فترات سابقة وفي مواسم ماضية ده مدى تأثيره على نتائج الفريق وعليه هو شخصيا بالأثر الرجعي مش فيه ما هو قادم طيب نتكلم الأول عن نتائج الفريق لو أنا خدت لاعب من فريق وطلعت عينته إيجابية لا يؤثر على نتيجة الفريق لو خدت اتنين وطلعوا الاتنين إيجابي لا يؤثر على نتيجة الفريق ولكن أنا بعقب الاتنين لاعيب اللي اتنين لاعيب طيب لو خدت تلات والتلاتة طلعوا إيجابي التلاتة يتوقفهم ونتيجة المباراة تتنقل للفريق الآخر خلاص بيت حالة جمعية كده تلاتة مش حالة فردي أكتر من اتنين بنقلها على طول إلى الفريق الآخر ومن حقيقة أنا أفرد بقى غرامات على فريق ده مش بس أصحب منه النتيجة بتاعته أو أصحب منه الكاسة دي الفريق الآخر ولكن أفرد عليه غرامة ممكن أوقفه وممكن أشتبه أيا كان يعني حسب الإيه اللي موجودة عندي في الرولز طب نرجع لللاعب راموس هل هو فعلا بياخد مناشطات؟ هل أثبتت التحليل إنه هو بياخد؟ لو أثبتت التحليل إنه بياخد اللي بقى لابد من إيقاف حتى أنا هي أنباء طبعا الكلام ده كله طالع في ديرشبيج الألمانية لما اتكلمت في هذا الكلام وعلى فكرة الصحافة الألمانية ما عرفش بتعمل كده هجوم على بعض الدول وهي كانت الأساس في إيقاف روسيا الفطرة اللي فاتت لما طلعت جوليا ستيبانوفا اللي هي لعبة ألعاب القوى الروسية وقالت أنا باخد مناشطات بس هي اخد بالك هي اعترفت أن المدرب بيدينا مناشطات وبيتم تنشطنا تاني يوم سندي تايمز الإنجليزية قالت نفس الكلام وبالتالي بدأت الوكالة الدولية تتحرك بتعمل حاجة اسمها تحريات أو انفيسيجيشنز من تحت لتحت قعدت 11 شهر داخل روسيا لغاية ما أثبتت فعلا أنه بيتم أعطاء مناشطات بشكل ممنهج عن طريق الدولة ايه اللي حصل؟ طبعا اتوقفت اللوكالة الروسية وتشطب المعمل الروسي وتشطب مدير المعمل وتم إيقاف اللجنة الأولمبياد الروسية ومش كده بس اتمنعت روسيا في بعض الألعاب من مشاركة في أولمبياد ريديو جانيرو واتمنعت عن أنها تشارك في بيونج شانج في كوريا إذن معنا كده المناشطات النهاردة قوية جدا وبشكل غير عادي وما ينفعش أن نقوله النهاردة أن اللاعب راموس يأخذ مناشطات ونبدأ من عمل تحريات وإن ثبت قبل كده أن الراجل ده فعلا كان بيأخذ حتتسحب منه جميع الألقاب من وقت بداية ما أخذ مناشطات طيب آخر سؤال دكتور أسامة النصيحة بقى اللي تقولها ليه الرياضي بشكل عام أو الاشتبال بشكل عام في قائمة الممنوعات من أدوية ومأكلات اللي ممكن تدخل في إطار المنشطات أهم حاجة عندي حاجتين أن ينطقي الطعام بتاعه يعني إيه يعني ما نفعش النهاردة أروح رايح عندي مش عارف مين اللي في حيات الفلانية اللي بيعمل سدونتشات كبدة أشتري منه كبدة ويمكن إحنا عندنا ستة حالات النهاردة موقوفة بسبب بادة هوربون اسمها راكتوبة مين يتقب بيها ستة رياضيين نتيجة التعاطي اللي هو الفاست فود عندنا البورجر وعندنا الشاورمة وعندنا المصنعات اللحوم من فضلكوا ابعدوا عن كل هذا الكلام الوجبات السريعة الوجبات السريعة ننتقي أكلنا دي واحد اتنين المكملات الغذائية من فضلكوا بلاش المكملات الغذائية المكملات الغذائية بتبقى ملوثة بهوربون التسوستيرون وده بيقدي إلى يقولنا العقم والعجز الجنسي والسرطان والأخطر من كده إن أنا بوقفك أربع صين كعقوبة أولى واشتوبك في العقوبة التالية آخر حاجة الترامدول الترامدول لم يدرج حتى هذه اللحظة في قائمة المحظورات لسنة 2019 وعلى الحقيقة خمس سنين أنا بحاول فيهم لأن من وقت ما تحط تحت الرصد بحاول مع لوكالة دولية لوكالة دولية قالت لي إحنا السنة دي في حاجة اسمها لجنة الصحة والبحوث فيه لوكالة دولية المكافة المشطات بتدرس إذا كان حيأثر على الأداء البدني للرياضي هندرجه في قائمة 1-1-2020 إذا ما ثبتنا أنه هو ما بيأثرش على الأداء البدني للرياضي ومجرد أنه هو بين كيلر أو قاتل للألم في حالات السرطان مش هندرجه ولكن أنا حعمل حاجة قريب إن شاء الله حعمل مؤتمر للأندية الكرة بالذات لأن طبعا الحقيقة هو الصداع اللي موجود عندنا الترامدول في كرة القضاء لأن في اللعبة بتجري 90 دي ما بتطورش ما عشان ما بتعبش ما بتعبش هو هي بتقلل الشعور بالأي بتعب واخد دلك مش لقيمة الكرة والسوائين وما إلى آخر لكن أنا حعمل حاجة قريب مؤتمر هنحاول إن إحنا نساعد الأندية بشكل أو بآخر لكن مش هنقدر نظهر في الصورة بشكل مباشر دكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذ اللي ولكالها المصري المكافة للمرشدات أنا بشكرك شكرا جزيلا لأزال الحوار حوار مفيد وعلى مستوى الشخص بالتأكيد فيه نقاط بنستفيد منها والمشاهد بس شكرا شكرا جزيلا بالتوفيق يا رب بإذن الله فقرة مميزة فيها حجم معلومات مهمة جدا للرياضي بشكل عام وللشباب بشكل خاص فيما هو متعلق بالمكملات الغذائية والأدوية والمأكلات بالنسبة للإنسان الطبيعي خلال الفترة القادمة كل التوفيق للوكالة وقرة القدم بشكل خاص والرياضات العامة بشكل عام أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ضيفي الكابتن محمد الزياد في الفقرة الأخيرة والحورية الثانية من برنامج الأهلي المدينة